أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير الجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين والبدء بها فورا نعم قد أمر سموه بفتاح وترميم وتأهيل عشرين مسجدا تابعا لإدارتين الأوقاف السنية والجعفرية في مختلف محافظات المملكة وجه سموه بتوفير ميزانية اللازمة لخطة إعادة إعمار بيوت الله واعتماد المعايير الحديثة والتصميم الإسلامية في عادة بناء وتطوير المساجد كما وجه سموه وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص المواقع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجدا في مدينة سلمان